وفي الضالع يعيش المهمشون أوضاعاً مختلفة عما كانوا عليها طوال السنوات الماضية وتمكنت المقاومة خلال الفترة الأخيرة من إشراك هؤلاء في الحياة العامة وفي عدد من المجالات مراسلنا من الضالع محمد المريسي والمزيد من التفاصيل بين ثنايا هذه الخيام أكوام من المعاناة وقصص بؤس لواقع بشر يعيشون على هامش الحياة وفي محيط الإقصاء والتهميش أصبحنا يعني مضيعين وكان معنا معاشاً عنهم إلى الضمن الاجتماعي ضيعوا علينا وأصبحنا يعني ولمعنا حتى القليل يعني الدقيق داخل المقاومة الشعبية فرصة أخرى وجد فيها المهمشين طريقاً للعبور نحو دولة مدنية لا فرق فيها بين عبد ولا سيد إلا بمقدار حب الوطن والمساهمة في الدفاع عنه أتم الفرحة والسعادة أني مقاوم في وطني وأحمي المواطنين المهمشين هم ناس مثلما كالآخرين ولهم حق الانضمام الوظائف لهم الحق الانضمام المعسكر لهم الحق كإنسان يعني ما في عندنا المقاومة يعني فرق بين أبيض ولا أسود ولا مهمش ولا قبيلي ولا ما في عندنا سيد وعبيد تمام عندنا الناس كلهم سواسي والمقاومة الذي سيبرز والذي سيقدم لهذا سيكون عندنا الأكفاء سيتكون الأفضل عندنا في المعسكر وفيه على مستوى الوظائف يعني بالبلد كلها إن شاء الله لطالما ظل سكان هذه الخيام مجرد أصوات تستخدم أثناء الانتخابات لكن اليوم بانضمامهم للمقاومة الشعبية أصبحوا أداة من أدوات التغيير محمد الموريسي قناة بلقيس الظالع